وأود أن أشير إلى أن الإشكالية المطروحة تتعلق بالأساس بشق طب الأسنان والصيدلة حيث يتجاوز عدد طلب العائدين من أوكرانيا القدرة الاستيعابية للكليات الوطنية المعنية وهذه الإشكالية مطروحة بحدة أقل بالنسبة لكليات الطب ومدارس المهندسين وكليات ومدارس التدبير والاقتصاد مع اتخاذ كافة تدبير ضرورية لدمان جودة التكوين حاليا يتم تدارس كافة الحلول انطلاقا من المستجدات ذات الصلة بالموضوع خصوصا فيما يتعلق بإمكانية تتبع طلبة لدراستهم عن بعد كما جاء في المذكرة التي عممتها الوزارة الأوكرانية للتعليم العالي مع إمكانية احتساب تداريب المنجزة بالمغرب داخل المؤسسات الصحية وستعمل الوزارة على دراسة هذا المقترح مع كليات الطب والسيدة والوكليات الطب الأسنان والمراكز الاستشفائية للسياشة ترجمة نانسي قنقر